اهلا بحضراتكم مرة تانية في المطش منوارنا هذا الوقور المخضرم الكابتن طلعت يوسف نجمة الكرة المصرية ونجمة التدريب المصري كابتن طلعت اهلا بيك منوارنا اهلا بيك يا هاني انت بس عشان يمكن انا لي معز عندك فتوصفني باوصف مبالغ فيها لا خالص دي الاوصف وتستحق اكتر منها كمان باخلاقك بامتك التدريبية والفنية كابتن طلعتك اولا مليون حمد الله على السلامة انا تنع عليك والناس كلها قلقت لكن الحمد لله انك كويس الحمد لله امور عدت على خير يعني هي تجربة قاسية شوية لكن الحمد لله ان امور وصلت انها تنتهي بالشكل اللي انتهت اليه الحمد لله كان في فترة في فترة التعب كانت مرهقة جدا يعني كانت الاعراض قوية في مرحلة من المراحل جدا يعني الاسبوع الاولاني انا 12-9 تقريبا بعد ما طلعت من معسكر الفرقة انا عرفت ان انا عندي كورونا بعد ما عملت المسحة الاسبوع الاولاني كان مرهق جدا جدا وكنت يعني عارف تبقى مش عارف اقول انا بشتكي من ايه من كتر ما انت عندك حاجات كتيرة قوي لكن الحمد لله بالمتابعة والعلاج وبسطر ربنا ودعاء الناس ودعاء الناس طبعا قبل كل شيء يعني وقف مراتي وولادي معايا في الفترة دي كانت يعني مع انهم اخدوها من والله اه بس كانت خفيفة معهم شوية الحمد لله الحمد لله ربنا يديكم الصحة جميعا بإذن الله لكن هو ايه حكاية الاسماعيلي توليت المسئولية في اول ولاية وقبل ما تقود اول تدريبين يحصل القصة وبعدها لما تمسك الفريق وتبقى شمه كونته تعيا الحمد لله على سلامتك وتمشي قبل حتى ما تقود الفريق المشكلة فين بص المشكلة يعني في يمكن في الظروف اللي كانت بتخليني أدخل النادي الاسماعيلي في ظل الظروف وأوضاعي يمكن ما كانتش ملأمة إلى حد كبير المرة الاولانية يعني كانت شوية أنا ما استريحتش لأنه الكلام تغير في 24 ساعة اتفاق وبعدين تاني يوم حصل كلام مغير لما هو كان متفق عليه فأثرت الابدعات يعني قلت الاستمرار حيخلينا ندخل في الضمف ما فيش داعي يعني ما لبسش منزلش الملعب بالفضل المرة التانية الوضع كانت غير والتقيب بالكابتن علي أبو جريشا وأماد سليمان من لجنة الفنية وكان يفترض أنه فيه انتخابات يوم واحد وثلاثين وهم أخنعوني بتولي المسؤولية وقلت أن الفرقة محتاجة لدم وحتاجة لتعاقدات كتيرة وتعاقدات قوية وكان فيه استجابة من حيث الشكل على الكلام اللي أنا طلبته يعني للأسف بعد الدخول على فكرة الفترة دي ما كانش فيه مجلس يعني مهندس إبراهيم يصمان كان أثر الابتعاد تماما عن النادي خالص وكان اللي بيدير الأمور بيديرها شكلا كابتن علي وعمات مفهوم لكن بلا صلاحيات مادية بلا إمكانيات وبالتالي لما دخلت عشان نجيب لعيبة ما فيش لعيبة ما فيش لعيبة ما فيش فلوس عشان تجيب لعيبة أصلا ما فيش فلوس عشان تدي الناس اللي موجودة مستحقتها بتاعت السنة اللي فاتت فكان فيه كم من المشاكل كثيرة جدا جدا فكرت في الوقت ده بتاع انه ما فيش حد يدفع عشان السفقات اللي حضرتك عايزها تيجي فكرت تمشي قبل الموسمة يبدأ بقى شيء يعني حيبقى عنيف شوية حيبقى المرة التانية بالضبط ومع نادي بحجم النادي الإسماعيلي لأ ما ينفعش فقلت هحارب يعني هعوم ضد الطيار واسعل ان انا يعني بقدر ان كان اشتغل وحاول ان انا حقق شيء الى ان جاءت الانتخابات وانا في حالة المرض يعني وانا على السرير وبعد الانتخابات او قبل ظهور النتيجة بعشر دقايق فجئت برئيس النادي بيطلع في كل مكان وبيردد كلام يعني انا استأتي منه جدا جدا ومش شايف له عظرف ان هو يقوله وابتدى يبقى فيه نوع من التحديد بالفصخ العقد والإقالة وان الفرصة المباراة اللي جاية كانت لعب ماتشين وانا مكنتش موجود فيهم خلي بقى لك انا بعدت عن الفرقة كان تلاتة اه تلاتة بس انا وقت ما هو طلع كانوا اتنين انا بعدت عن الفرقة قبل بداية الموسم باسبوعين مزبوط ودول الاسبوعين اللي المفروض انا بحط فيهم البصمة الاخيرة من حيث التاكتك والتشكيل والتحفيز انا مش تغلتهمش اه وبعدت خمستاشر يوم جوه الدوري اتلعب فيهم تلات ماتشات مزبوط معرفش حاجة عن الفرقة اه وانا كنت في حالة صعبة جدا ما تسمحليش بان انا اتابع ولا اتواصل ولا استفسر مش عايز مش قادر اي عندكش قدرة للكلام ده وبالتالي انت تكاد تكون مغيب عن كل شيء مفهوم نمدة شهر فوفجأة بانهم يطلعوا الماتش جاي اخر ماتش واحنا بندفع مرتبات واحنا بندفع مرتبات وبعمل بصي هاني هو له انا قلت الكلام ده قبل كده هو له كل الحق في ان هو يطلع يقول يا كابتن طلعت انا لو سمحت اعيزها فسخ العق تمام انا قلت ان انا كنت هحترمه احترام ما بعده احترام وكنت هستجيب لكل طلباته مراعطا لاسم النادي الاسماعيلي تمام مش لشيء اخر اي لكن كون ان هو يطلع بهذا الشكل وبهذا الاسلوب ويتجاوز في حقي وفي حق الجهاز وظل الظروف كنت اتمنى ان هو يطلع يرفع سمحت التلفون يقول لي انت صحتك عامل ايه مزبوط ما تتصورش ممكن مقلمته دي كان ممكن يكون تأثرها علي ايه ايه لا ما عملش كده خالص ده ده شوينج بصورة يعني ما عرفش انا مش عايز يعني افتكر المواقف دي بتفاصيلها لان هي في البداية بتسيء للنادي الاسماعيلي مش لشخص رئيس النادي الاسماعيلي هو لازم يبعارف انه حجم الكرسي اللي هو قعد عليه بيمثل جماهير النادي الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي يعني يمكن عزائي طلوع اكتر من نجم من نجوم النادي الاسماعيلي ومن كوادر النادي الاسماعيلي اللي قبدت اسفها واعتذارها على هذا الموظف يمكن دي الحاجة الوحيدة هو نفسه رئيس النادي هدأت نبرته بعد كده واوضح انه كان بيتكلم بلسان مشجع وانه بيحترم حضرتك وبيقدرك بشكل كامل يعني احترامه لي يعني شيء يعني كالترخيره انا كمان بحترمه وانا طلعت قلت ان انا بتمنى له التوفيق لان النادي الاسماعيلي ملوش زنب في الاحداث انا بتمنى له التوفيق لانه في النهاية كلام ده حيصب في مصرحة النادي وفي مصرحة جماهير لكن ما زال الموقف ما بينا كجهاز وبين النادي الاسماعيلي بلاش النادي الاسماعيلي وبين رئيس النادي ونائب رئيس النادي معلق وما زالت هناك أمور كان من المفترض أن هي تنتهي في خلال الأسبوعين اللي فاتوا للأسف في معاد واثنين وثلاثة ويحصل تملص منهم أتمنى أن هم يعني يحكموا العقل والأمور تنتهي بشكل كويس خصوصا للجهاز المعاوم يعني محمد إبراهيم وأحمد عبداللطيف خالد عبدالله لهم مستحقات يعني وأنا ليه مستحقات لهم شهر عمل وشهر شرط الجزائي وحضرتك أنا ليه جزء من الشهر والشرط الجزائي بحكم أنه هو فسخ العقد مفهوم هو قال أنا مفيش حد يبقى ليه فلوس ومش هياخدها والله هو قال لي كده مش رئيس النادي التواصل كان مع نائب رئيس النادي وقال لي أنت بتعرفنيش أنا كلمتي واحدة أنا بقول الكلمة لازم بتتنفذ وأنا استشعرت ده فيه يعني حسيت بصدق فيه كلامه يعني لكن لما وصلنا لمرحلة التفعيل مش ليا خلي بالك أنا بكلم عن الجهاز الجهاز أنا مش مشكلة أنا مش مشكلة يعني هنخوض في حتة تانية لكن الجهاز لازم ياخد حقه ده موضوع يعني ما يحتملش التأجيل أرجو أنه هما زي ما قلت هما قدوا معاد واثنين وثلاثة وفي كل مرة يحصل تأجيل للمواد أرجو أنهما ينهوا الموضوع خصوه أنه موضوع يعني مش مش بالصورة اللي ممكن تخليهم يعني يترجو يعني طيب هو الوضع في الإسماعيلي وتحديدا في الجولات الثلاثة اللي حيك كنت فيها مسؤول كمدير فني لكن لم تقود الفريق بيقول أن الفرقة دي الشغل كمدير فني فيها متعب صعب ما أظهره الإسماعيلي في لقاء الأهلي ومن بعده مصر رميكري باترا وحتى مصر البنك الأهلي المستوى ما كانش أصلا مبشر كنت إيه اللي ممكن تتغيره في المشهد اللي شفناه سواء في مطش الأهلي أو اللي بعده أو اللي بعده بص خلينا نقول ليه الأمور وصلت إلى ما هي عليه الآن يعني بداية على مدار سنوات الإسماعيلي مصر كلها عارفة أنه كان بيتم تفريغ نجومه سواء كان بالبيع أو بالاستغناط أسماء كبيرة كانت بتشيل فرقة نادي الإسماعيلي نادي الإسماعيلي أصبح يعني النهاردة زي ما احنا شايفينه وكان اللي بيطلع ما بيتمش استعوضه تعال على المستوى القريب على المستوى الزمن القريب الموسم اللي فات النادي الإسماعيلي نجع من الهبوط بمعجزة أنا من وجهة نظري وأنه في الدور الأول كان من أول الفرع الملشحة للهبوط وهو فيه فخر الدين بن يوسف وهو فيه محمد حسن الديفندر بتاع نادي زمالك بالضبط وهو فيه حسن السيد الباكليفت التلاتة دولار تمشيوا وما تمش استعواضهم اللعيبة اللي دخلت نادي إسماعيلي السنادي كلها free أو إعارة ما دفعناش حاجة في حد يمكن أحمد عدل عبد المناء مكلام فارغ خالص نتيجة القصور المادي ونتيجة أن السوق مفهوش لعيبة تجيبهم لأنه خلاص أنت بتحاول تجيب قبل بداية الدورة بطلة أسابيع القصور المالي اللي موجود جوة نادي الإسماعيلي ما يساعدكش على أن أنت تأمل أي حاجة وبالتالي هناك عوامل وأمور كثيرة جدا وصلت الفرقة إلى ما هي عليه الآن حلك الوحيد أنك في يناير تجيب وده اللي أنا قلته لكابتن علي وقلته لأماد أنك في يناير عندك من 6-8 صفقات مكلفة جدا وبمعايير مختلفة عما هي موجودة في الوقت الحاضر جوة الفرقة عشان تبتدي تفوق فيما بعد يعني إيه هي المعايير المطلوبة في اللاعبين قدرات اللي لازم يتعاقد معهم قدرات تسبح لهم يجيجوا يشيلوا الفرقة مش يجيجوا يتشالوا أنت فيه فرق بأن أنت تجيب لعيب أو تتعاقد مع لعيب عشان هو ده اللي قدامك تمام ولا تملك الخيار فيه زي أمور ده اللي حصل في حالة حضرتك بس هم دول اللي موجودين تاخد ولا ما تاخدش أكيد حاقد أكيد حاقد لأنه أنا في مراكز ما كانش فيها لعيبة أصلا يعني في مراكز ما كانش فيها لعيبة فكان مجرد عملية ملء فراغات بتملأ وبتسعى لأن أنت بالشغل تطور لكن الوقت لأن أنت تشتغل وتطور أصلا أنا ممتلكتوش لأن حصل المرض والإصابة فممتلكتش الوقت ده إيه المراكز اللي كانت ما فيهاش لعيبين أصلا كل الخطوط التلات خطوط التلات خطوط دون تحديد بقى ليفت رايت ديفندر إنما التلات خطوط كانت عايزة دعم والدعم اللي حصل فيها عمره ما كان دعم يخلي الفرقة تحصد مراكز أو تقدم مستوى جيدا لا لا ما تتكلمش عن مراكز اتكلم عن أصل هدف أن أنت تقولي أن أحصد مراكز وأنافس على المربع ده كلام فيه تسكين لمشاعر الجماهية لكن أنت في النهاية هتصطدم بواقع ارجع للمؤتمر الصحفي بتاعي قبل موقع العقد بتاعي جوة النادي الإسماعيلي اللي أنا بقوله لك يا هاني دراتي أنا قلته في المقتبل مفهوم قلت إن بناء الفرقة دي هيحتاج لسنتين وإنه لابد أن يكون هناك دعم عنيف دعم قوي في مراكز كثيرة جدا من 6 إلى 8 مراكز وبعدين يبقى فيه شغل والموسم ده نبقى في مكان آمن في مكان آمن بعد الدعم ما يحصل والموسم القادم نفكر في إننا نتطلع لمراكز متقدمة أنا قلت كده قبل ملبس الترين سود بتاعي قبل منزل الملعب فأنا بقولش حاجة عشان الوضع النهاردة بقى كده فأنا بوجد مبره فيه لعبين معايين بالإسم طلبتهم وتقالك مستحيل مفيش مقدرة مادية لاستقدامهم فيه لعيبة كانت متاحة يعني مش أهل تتعرض لأسماء إنما كان فيه إمكانية أني أنت تشتري من قندية لكن الشيارة دلوقتي أنت عارف الأرقام شكلها يا هاني وأنا في المعسكر خمستاشر يوم اللعيبة ثلاث مرات تمتني عن التدريب بشكل جماعي جماعي وفي الملعب في النجيلة وقف واتكلم ساعة لربع عشان أغير مفاهمهم وغير اتجاههم ثلاث مرات في خمستاشر يوم ده رقم كبير طبعا احنا ما خدناش مستحقات السنة اللي فاتت يا كابتن لا وفي الآخر ياخدوا المستحقات دي قبل مباراة الأهلي مش عارف باربعة وعشرين ساعة حاجة زي كده أنا عرفت يعني وانا مش موجود معهم من كابتن محمد إبراهيم بقى من الكابتن أعلى أبو جريشا تمام من الكابتن أعلى أبو جريشا انه وادوهم مسحقاتهم قبل ومش كلهم خدوا والبعض أخد جزء من مسحقاتهم والبعض الآخر أخد كل مسحقاتهم دي عملت مشكلة عملت مشكلة جوه الفرق ده أخد ده ما خدش ده فالمشاكل كانت يعني فوق القدرة على السيطرة في المرحلة دي بس هو كابتن طلعت أنا متفق مع حضرتك انه القائمة اللي موجودة في الإسماعيل دي لا تحقق مراكز متقدمة لكن ما تخسرش أربع ماتشات متتالية أنا معاك صح لكن حط في أعتبرك أن الأربع ماتشات فيهم أهلي وزمالي مظبوط فأنت بحكم المنطق يعني وبحكم الظروف اللي فيها الفرقة سواء كانت مادية أو فنية أنه اللوجيك أنه أنت تخسر أهلي وزمالي يمكن ما تخسرش أهلي بالشكل ده لكن ممكن تخسر أهلي وزمالي إنما سيراميكا والبنك الآلي دول اللي ممكن يكون كان فيهم كلام وأتصور أتصور أنت ما تعرفش قيمة أن المدرب يبعد عن لعبته أيوة خمستاشر يوم قبل بداية موسم وانطبعوا عليهم وقدرته على السيطرة وحطوهم تحت ضغوط إلى حد كبير ياخد منها أكبر قدر منكم بهم ما تعرفش أنه العيب يعني الوضع كان ممكن يتغير لو كنت حضرتك اللي بتقود المباريات الأربعة دي مش أقود بس أني أحضر لهم الخمستاشر يوم اللي قبل الدوري الخمستاشر يوم التحضير اللي قبل الدوري دول كانوا عصب العمل أن أنا مش موجود فيهم دول مشكلة كبيرة جدا جدا أن أنا مش جوه الماتش بقى أن أنا ما بقاش موجود على البنش ما بقاش موجود على الخط أيوة ده موضوع أنا أتصور أنه بيقلل من حجم أعطاء اللعيب على أقل 40% من 30% إلى 40% في مصر غياب المدير الفني وقت المباراة نفسها بيقلل 40% من مجهود المصرية من 30% إلى 40% إذا ما حطتش اللعب تحت ضغوط معينة ضغوط منطقية مفهوم الضغوط اللي هي تخليه يطلع اللي عنده مش الضغوط اللي هي تخليه يعني يبقى out of control يبقى قراراته فيها الطراب لا أنا أضغط لكن في الحدود اللي تخليني أخد منه أكبر قدر ما كانش فيه تواصل بيتين بين حضرتك ومعليش تقولها وحيك في البيت فيه معزول مع الجهاز المعاون وقت المباراة المباراة الأخيرة مباراة اللي هي البنك الأهلي مباراة الأخيرة يمكن اللي هي خسرناها دي 2-1 2-1 سيراميكري باترا سيراميكري باترا أيوة التالت لكن التلات مباراة الأولانيين ما كانش فيه إمكانية لأننا نكون متواصل ولا أننا نكون مركز حتى في الأوضاع جوال فرق كانت ايه أهم النصائح اللي ممكن تكون وجهتها في مطش البنك الأهلي علشان الوضع يتحسن اسمعي بمناسبة المطش ده يعني أهضر فرصا كممكن يكسب لكن هو خسر مش حتى تعادل قدام البنك الأهلي أنا تصورت أنه الإعداد النفسي كان ده اللي أنا بكلم سيراميكري باترا عفوا أنه أنا بتكلم ما تش التالت اه التالت أعتقد أنه الإعداد النفسي لهذه المباراة لم يكن على المستوى المطلوب يمكن نتيجة الأحداث اللي سبقته نتيجة بعض المشاكل اللي موجودة جوه الفرقة أنا لي أسلوبي في أن أنا أعد اللاعب نفسيا للمباراة زي ما أنا مسؤول عن أن أنا أعده بدنيا وفنيا الجزء النفسي أنا أتصور ما كانش يعني بالحجم أو بالصورة اللي كنت أتمناها يعني وساهمت في إجراء بعض التغييرات أثناء المباراة والله في المباراة الثالثة مباراة سيراميكري باترا دي الوحيدة اللي أنا يمكن دعا بتاع 2-1 الكابتن محمد إبراهيم أو الجهاز المعاون ككل كان موقفهم إيه وهم ومديرهم الفني كان عيان وتقال انتقادات في حقه وهم هيقودوا المباراة كانوا مصممين أنهم ما يمشوا ما كنوش عايزين يدربوا المباراة لا كانوا عايزين يمشوا ما كنوش عايزين من أول من ساعة ما طلعت التصريحات دي يعني كانوا عايزين يأخدوا يعني قالوا لهم هنمشي يا كابتن مش هينفع نوع دي لكن أنا أدبيا ما ينفعش ما ينفعش يحصل فراغ بهذا الشكل يعني أنا مش موجود والنادي دي كمان تمشي وتسيب الفرقة لا نادي الإسماعيلي ما يستحقش الكلام ده حتى إذا كان هناك أخطاء وتجاوز من أفراد فده مش معنى أن أنا أحمل النادي أخطاء الرئيس النادي ما ينفعش خالص الموسم اللي فات ذكرت أن الإسماعيلي بقى في الدوري بمعجزة كانت إيه المعجزة اللي الإسماعيلي قعد بهذا الدوري أكيد إهاب جلاله دور وجهازه يعني أكيد إهاب جلاله دور وجهازه الأهم من ده أنا عادي أكلمك أن أماتش الزمالك والإسماعيلي كمان الأهم من ده الدعم المادي والمعنوي الغير مسبوق من بعد تولي إهاب جلال للمسئولية بعد نهاية الدوري لأنه خلاص الكل أيقا تماما أن النادي الإسماعيلي ينازل مفهوم فبقى فيه حالة استنفار في البلد وفي المحافظة غير طبعية ما فيش حد بيأكل ولا بينام ولا بيشرب ولا بيعمل أي حاجة غير إنه هو يشوف الفرقة محتاجة إيه ويحاول إنه هو يعمل فده في حد ذاته شيء انطبع على أداء اللاعبين خلي بالك اللاعب لما يستشعر ده حواليه ويشوف ده في عيون كل من هو مسؤول وغير مسؤول وفي الشارع غصب عنه حجم تركيزه بيزيد بصورة غير طبعية الكلام حصل في ماتش الزمالك وعود بمكافآت صرف مقدمات العقود المحافظ راح قعد مع الفرقة ومع اللعبة مكافآت موعودين بيها في حالة الفوز دعم معنوي دخول جماهير في ماتش الزمالك يعني الكل استنفر أيوة عشان وكان فيه مبلغة في الوعود احنا هنكسب الزمالك من أكبر الأخطاء من أوحش التصريحات اللي طلعت ان احنا هنكسب الزمالك كان المحافظ يتقال ازاي؟ مش يمكن يتقال انه تصريح تحفيزي؟ لا ليه؟ نقول ان احنا هنبذل جهد غير عادي في هذه الممرأة وهنسعى لتصحيح الأوضاع وهنسعى لتغيير المصار كلام غير مباشر لكن لما اقول انا حكسب الزمالك وتخسر من الزمالك محدش هيصدقك بعد كده في كل اللي انت هتقوله والكل هيبقى بتصور ان انت بتقول كلام للمتجرة مش الاهدف وقائية خالص يعني فانا كمدير فني عمري ما قلت انا حكسب فلان كمدير فني وبالتالي انت كمسؤول ما ينفعش تقول التصريح لان انت برضو لما بتقول كده انت بتحط اللعيبة شوية تحت ضغوط ان هي لو محققتش الهدف ما يمكن التعادل كان يبقى مرضي تبقى اول نقطة اللي ممكن تجيب وراها نقاط وقدام فرقة بحجم النادي الزمالك فانا ما اقول التصريح زي ما انا قلته في الاول اعتقد ان هو قد يكون الانسب الاسماعيلي سيحتاج الى معجزة جديدة الموسم ده ليبقى اذا لم يدعم بصفقات قوية جدا زي ما قلت لو لم يدعم اعتقد انه ادارة النادي وعدت انه في يناير حيكون هناك دعم مزبوط بس ارجو انه يكون دعم صح دعم بالمعنى الفني المعروف دعم قوي كلمة سوبر دي انا يعني هي معتادة انا ما بحبش اقولها لكن لابده وان يكون الدعم بيمثل اضافة للفرقة دعم اللعيبة تدخل الفرقة تشيلها ما تدخلش عشان هي تتشال ده فيه فرق كبير جدا والكلام ده كست الكلام ده مكلف ارجو ان النادي الاسماعيلي يبقى عنده من الامكانية انه يسعد انه برضو رئيس النادي الاسماعيلي طلع قال انه سؤل سؤال واضح انت عندك استعداد ان انت تساهم في دعم النادي الاسماعيلي وعقد صفقات قال اه انا ممكن عندي لكن في حدود يعني ما بيستعدل ادفع ملايين لان الملايين دي لو انا دفعتها في النادي الاسماعيلي في عندي اولادي حيبصودي وحيقوله كده قال كده ما حدش قال لي مفهول قال في اولادي وده طبيعي خلي بالك هو ما بتكلمش غلط هو ده طبيعي لكن لابد ان يسعى هو ومجلسه لاجد موارد لانهم دي مسؤوليتهم وهم داخلين النادي الاسماعيلي وهم عارفين من القصة كده فانت مش داخل عشان تدير نادي غني انت داخل تدير نادي بيعاني وبالتالي انت عندك حلول وانا سمعته وهو بيقول انه عنده حلول وانه هيعمل الشركات وانه قال انه ورعاية كمان ده اللي تخلق فيه قال انه من ضمن الحلول انه ممكن او يعني عنده مشكلة في بيع باهر المحمدي هل باهر المحمدي بيعه ممكن يكون من ضمن الموارد اللي تدخل للنادي فبالفلوس دي يجيب صفقات ولا لا تفضل ده هو النادي اصلا انا قلتلك في المواسم السابقة يعني فرغ الفرقة من عناصر مهمة جدا جدا الاستغناء عن باهر نفس القصة استمرار لتفريغ الاسماعيل اللاعبي اذا اذا لو بعتوا بسا بعشر قروش لو بالعشر قروش دول حطتش عليهم كمان تسعين وتجيب الناس اللي انا بتكلم عنها على المواصفات اللي انا بتكلم عنها هيبقى باهر المحمدي بلا معنى هتبيه عشان تدفع ديوني الكهرباء وعشان تدي اللعيبة مرتبتها وتدي الموظفين لا لا يبقى لا طب لابده ان يكون هناك هدف واضح لما بعد البيع اه مفهوم خط هجوم الاسماعيلي بمختلف مراكز الهجوم يعني سواء الاجمحة او المهاجم بيفتقد للفعالية او اللعيبة اللي ممكن تخلص وديه نقاط اكيد اكيد بيفتقد للفعالية بيفتقد لل التيم ككل بيفتقد لحتة الاسرار ودي انا مستغربها شوية يمكن برضو انا بقول يمكن الشهر اللي انا بعت فيه عن الفرقة انا ما حستش بحتة الاسرار في اداءهم على مدار الاربع مباريات عكس الفرق اللي بتواجههم ايه يعني عكس السيراميكا عكس البنك الاهلي انا بكلم الفرق اللي ممكن تكون في نفس الكاتيجوري بتاعهم يعني اه حتة الاسرار شوية ما كانتش على المستوى المضمو هل هو احباط هل هو احساس بعدم الامان هل هو احساس بان انا ما باخدش حقوقي او مش هاخد حقوقي فانا محبط شوية قد تكون هناك اسباب كثيرة جدا جدا لحتة عدم الاسرار في اداءهم دايما الانديا الجماهرية بيتقال ده ابن النادي ان هو ابن الاهلي ابن الزمالك ابن الاسماعيلي فبيحس اكتر بمعاناة المشجع هل عدم موجود اسماء كتيرة في الاسماعيلي من الابناء الاسماعيلي ده ممكن يخلي الروح ما تبقاش قوية بصف المؤتمر انا قلت انتو بتتكلموا عن النادي الاسماعيلي اه تاريخ بتتكلموا عن النادي الاسماعيلي علي أبو جريشة سيد عبد الرازق أميره ميمي درويش كابتن شحتة ده النادي الإسماعيلي اللي أنا عايشته النهاردة النادي الإسماعيلي أنت بتتكلم عن كيان وتاريخ وحضارة لكن الحاضر كان فيه أنت بتطلب أن الماضي يحقق لك يجي النهاردة ويحقق لك أهدافك الماضي ده خلص بناسه بكوادره بنجومه إنما أنت ده آن تملك سين وصاد وعين أطلب في حدود دول ما تطلبش في حدود التاريخ اللي أنت عيشته عشان ترجع للتاريخ تاني أنت محتاج لسنتين ثلاثة ومن الأول تمشي صح من يناير من يناير تبدأ كان مفروض من قبل بداية الموسم بفترة طويلة جدا لكن ابدأ من دلوقتي طيب الكابتن طلعت يوسف نفسه وإيه هو خطوته المقبلة هل حالياً بيتم الترتيب لقيادة نادي سواء في مصر أو في الخارج ولا فترة راحة بعد التعافي الحمد لله من الإصابة أكيد فترة راحة أكيد فترة راحة يعني أنا قاعد في براسكندرية شوية كده في مكان هادي من بقى لأسبوع وحستمر شوية لكن ما بفكرش في حاجة جالي جالي عرض متسألنيش نادي إيه؟ أنا عارف طلعي الجيش لا لا مش في مصر مش في مصر جالي عرض شاريجي في السعودية بس للأسف ممتاز دوري ممتاز للأسف للأسف كان في أواخر فترة يعني التعافية وبالتالي أنا قلت محتاج الدكتور ألي انت أن دمك شهر وهم كانوا عاديين دلوقتي فاعتصرت فريق بيرعب في الدرجة الأولى في السعودية تمام أبس دي مش هسأل أكثر من كده وضعناك مش عايز تقول يعني مش عايز لا طيب ما فيش أي مشكلة طيب بعد فترة الراحة الدوري المصري هيبقى من يعني ما عندكش مشكلة في أنك تقود فيه فريق ما أنه الإقاءات والاستقلات بتحصل آه طبعا تجربة الإسماعيلي بعد تجربة الإسماعيلي أكيد بس ستبقى الأمور محتاجة لتفكير بقى يعني لحسابات خاصة عشان ما تبقاش تجربة يعني محكومة عليها بشيء أنا مش حابه بقى في الفترة بعد من نجاح من قبل ما تبدأ أنا ما بعتبرش تجربة الإسماعيلي دي سقطة أو فشلة إنما هي تجربة أنا ما قادرتش أخدها عشان يبقى تخدها تجربة أنا ما قادرتش أخدها لكن تقييمها إيه هي خارج التقييم لأن أنا أصلا ما خدتها لو خلال الموسم الإسماعيلي نفسه بنفس مجلس الإدارة طلب من حضرتك أنك تقود الفريق غير وارد على الإطلاق غير وارد خالص خالص بصي هاني في ناس وإنت بتتعامل معها تتعرع قدامك في لحظة ده حصل في النادي الإسماعيلي أنا قلت أنه أنا سعيد جدا جدا لي يا صديق قال لي أنت ربنا بيحبك أن نجاب لك كورونا فقلت له ليه أنا استغربت فقلت له ليه كان في التليفون وأنا تعبان قال لي عشان موضوع الإسماعيلي دا ينتهي قبل ما يبدأ لأنك لو خط فيه بتركبتك اللي أنا عارفها بشخصيتك اللي أنا عارفها وبتركيبة المجلس الحالي اللي موجود ورئيس النادي الحالي أنا متأكد أن أنت كنت هتعاني معاناة غير عادية وكانت هتصطدم بشكل أوسع وأقوى بعد شهرين ثلاثة وهيبقى ده على حساب النادي وعلى حسابك أنت شخصيا فالحمد الله يعني الحمد لله على كل شيء طبعا بعد خمس جولات تقريبا انتهت من المسابقة لسه بكرة عندنا مباراتين منهم الإسماعيلي مع المقاولون أي أكتر فريق عجبك كابتن طلعت وحسيت أن الفرقة دي ممكن تعمل حاجة لموسم دا يعني بعيدا عن الأهلي بإمكانياته بعيدا عن بيراميدز بإمكانياته أنا بيراميدز عجبني برضو مع إيهاب جلال عشان أكون منصف نتائجه إلى حد كبير منطقية أربعة انتصارات وتعادل منطقية جدا يعني ما فيش حد شددني قوي يعني بشكل واضح وصريح وفيه قفزة في أداءه ونتائجه مقارنة بالموسم اللي فات أنا مش شايف حد يعني أنا ببص على الأسماء مش شايف أن في حد حصل فيه تطوير ونطرة في أداءه وفي نتائجه عن الموسم اللي فات أعتقد أنه سموحها محافظة بيراميدز شوية مختلف بداياته مختلفة عن الموسم اللي فات للتحاد ماشي في شكل جيد من حيث الأداء يمكن النتائج معاكسة في الفترة الأخيرة لكن شايف أن أداءه جيد هو الأقرب للفوز في كثير من المباريات سيراميكا والبنك الأهلي الاثنين عندها يعني متكونة في فترة قصيرة جدا جدا لكن هي منظمة في أداءه يعني سيراميكا تحديدا منظم في أداءه هيسم والبنك الأهلي خالد كمان أنا شايف أنه بيتعامل مع إمكانية الفرقة بشكل واقعي أيوة وأنه بيختار الطريقة المناسبة لفرقته والمناسبة لمواجهة الخص يعني يمكن الفرقتين دول شوية واخدين عن أي كابتن هايسة مشعبان كان عضو في الجاز الفني مع حضرتك في بيتروجيت وخلي بالك هو يعني مدرب مكتهد ومطلع وبيحاول أنه يطور نفسه وكان له أعداد كتيرة معايا وحنا في بيتروجيت بيحاول أنه يطور نفسه وأنا تنبأت أنه هتبقى له وجود في عالم التدريب بشكل عام لكن ما تصورتش أنه يبقى بالسرعة دي وأنه هو يعني يتوجد في الدوري الممتاز وهو في المرحلة اللي هو فيها دي قاد الفريق اللي مبدت موسم تأهل بيه للدوري الممتاز وقاد الفريق في الدوري الممتاز ومشي ورجع مرة تانية ودلوقتي بيبدأ موسمه التاني مع الفريق إنباريح كانت أول خسارة لسيراميك ريوبوترا في الدوري الموسم ده كانت قدام فاركو مبدأين أرضية الملعب دي قابلة لأنها تقام فيها مباراة ولا تقام طالما إن الميا أتصور يعني إنه طالما إن الميا ما بقتش فوق مستوى النجيلة بصورة واضحة وصريحة يبقى كان فيه إمكانية والنهاردة أنا عرفت إن ماتش سموحها سموحها والطلائعة لغة إذى أج replicated إسكندرية النهاردة يعني إنبارك كان فيه شيء والماتش لعب إسكندرية النهاردة على مدار النهار كله أنا مكنتش في إسكندرية لكن قيل لي إنه هو على مدار النهار كله الميا ما موقفتش فممكن تكون المية بقى في الملعب زادت مثلا وخلي بقى حفاظا على الملعب كمان لأنه الملعب ده هيشيل ماتشات جاية كتير فحفاظا على الملعب من الأفضل كان إن هي تتأجل يعني الماتشفة النهاردة الماتشفة النهاردة طيب الثلاث فرق اللي صعدت للدور الممتاز فيوتشر قد يكون هو أعلاهم أو أكسرهم جمعا للنقاط جمع سبع نقاط قد يزيد العدد ده العشرة يتساوى مع الزمالك إذا كسب بكرة فارتكو خسر أول ثلاث جولات ثم انتصر في جولتين منهم مباراة 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 قدام سيراميكري باترا إسترن كومباني لعب الخمس ماتشات واخسرهم جميعا إيه تقييمك للثلاث فرق إسترن لم يتحضر نهائي للدور الممتاز يعني إسترن الفرق الوحيدة اللي أنا ما سمعتش عن صفقة واضحة وصريحة تمت لها قبل بداية الموسم وبالتالي أتصور أنه أهدافه هو التواجد في هذا الموسم فقط والظهور لأنه هو تواجد في الدور الممتاز ضمه محمد عصام ضمه عرف السيد في أواخر الأيام عمرو حسام كمان حارس المرمى عندهم تمساح باعتباره من أصحاب الخبرات وإن كان خلي بالك اللعيبة دي لعيبة كويسة جدا وكل حاجة لكن اللعيبة دي راحت بعد قفل باب القيد بأيام قليلة جدا جدا وبالتالي أنت ما ساعدش لأن أنت تجيب اللعيبة دي اللعيبة دي هي اللي جات لك وهي عندها أهداف اللعيبة عندها أهداف أن هي توجد نفسها وتعرض نفسها أملا في أنها تظهر في مكان تاني أفضل يعني وده حقوم الطبيعي اللعيبة كويسة وفي ناس كتيرة منهم مشتغلوا معايا آه لكن هي نقطة مهمة جدا فاكرة أن مش أنت اللي عايزهم هم اللي جيين لك معنا أنت قد تكون خيار أخير لهم وبالتالي مش هم اللي هيحققوا أهدافك اللي أنت عايز إذا كانت هناك أهداف يعني أنا ما تصورش أن هناك أهداف وإنت قاعد مستني لحد قبل بداية الموسم بأسبوعين عشان تتكون فرقة مفهول تشتغل معها إمتى وده أخلي بالك ده قرار يحترم قد تكون هي دي رؤيتهم فيما يخص الصرف لا إحنا مش عايزين نصرف يعني دي إحنا إمكانياتنا ما تسمح لناش بأننا نواطح الفرقة اللي بتصرف ملايين فاركو وفيوتشر فاركو ما جدي استمراره من القرارات الصائبة 100% اللي اتخذتها إدارة فاركو بعد الصعود للممتاز أكيد ليه لأنه هو اشتغل مع الفرقة دي بشكل أولا هو جاء عليهم أثناء الموسم ما بدأتش بيوم واشتغل معهم فترة طويلة جدا جدا أنا تصورت إن هم حيبقوا على عدد كبير من اللاعبين اللي ممكن يكون لهم دور في الصعود ده ما حصلش مجدي مدرب يعني بحكم معرفتي بيه مدرب برضو من نوعية هيسم مدرب مكتهد مطلع متطور بص الأعمار دي في المدربين أنا حابب إن هم يفردوا نفسهم حابب إن هم يبدأوا يستلموا الراية في المرحلة اللي جاية ما تبقاش الأمور قاصرة على سين وصاد وعين على طلعت ولا أنا مش حابب ده طلعت يبقى موجود وطلعت يبقى له رؤية خاصة لكن ده لا يمنى زي التيم التيم بيجمع ما بين الخبرة وما بين الشباب وما بين الصاعدين مجال التدريب محتاج لكده عشان ما نحسش أن هناك فراغ حصل في مرحلة فمجدي أنا كنت أتمنى أنه يستمر وسعيد باستمراره وده جيب نتيجة انتصارين متتاليين بعدها بعد هزمتين بعد ثلاث هزائم بعد ثلاث هزائم أنا في الشرطة اتغلبت خمس أسابيع وربعة في بداية الموسم صفر نقاط بعد خمس ماتشات وقدمت استقالتي ورفضت الماتش السادس فوز حرس الحدود فحرس الحدود وننطلق وننهي الموسم في المركز السابع يعني عن تجربة ففكرة أن أنت تخسر والإسماعيلي نفس القصة ولكن هناك فارق أن الإسماعيلي محتاج لدعم فني الشرطة كانت 28 لعب جايب كل لعب من حتة ما يعفوش أسماء بعضين فأنت محتاج كنت البعض إسماعيلي لا وبالتالي فارقه أنا أتصور أنه بمرور الوقت بعد الخسارة في أول أسبوعين ومكسب في الثالث والربع بمرور الوقت حيكتسب الصيقة وممكن يمشوا بشكل كوي كابتن علي ماهر بيقود فيوتشر هو من نفس المرحلة العمرية اللي اتكلمت عليها بتاعت كابتن مجدى عبد العاطي وكابتن هيسم شعبين شايف إزاي شكل فيوتشر في ضوء الصفقات والإنفاق اللي تم قبل الموسم ووصوله للنقطة السبعة فيوتشر مختلفة شوية ولو أنه فارقه برضو دعم لكن فيوتشر أتصور أنه حجم الميزانية كان مفتوح بصورة كبيرة جدا أنه نوعية اللعيبة اللي دخلت بتتمتع بخبرات وقدرات الاثنين مع بعض قوية جدا جدا الدعم تم في كل الخطوط الدعم بقى عمل دكة متميزة جدا جدا وبالتالي فيوتشر النتائج اللي بتحققها واللي ممكن تحققها قد تكون منطقية في ظل هذا الدعم وهذا الصرف طيب ماتش الزمالك والأهلي اللي انتهى بفوز الأهلي خمسة ثلاثة شفتوا إزاي وحك بتتبعوا لإني عندي بعض النقاط عايز أل حضرتك فيها بص أنت في حتة الإصرار أنا دايماً بتكلم عنها يعني كان واضح من بداية المباراة أن هناك إصرار عند النادي الأهلي يفوق الإصرار اللي موجود جوه النادي الزمالك التحضير للمباراة جوه النادي الأهلي كان مختلف تماما عن التحضير اللي كان حاصل جوه نادي الزمالك أنا حسيت في بداية المباراة أن لعيبة نادي الزمالك مش ألآنة من المباراة وإنها متصورة إنها في إمكانها أن هي تتفوق في وقت ما تحب أن هي تتفوق فلما تقوم مخبوط واحد اثنين تلاتة دي صدمة وصدمة قد تفقدق الوعي يعني يتحسب للعيبة نادي الزمالك العودة وهم متأخرين بتلات أهداف ووصولهم لأنهما يسجلوا تلات أهداف وأن النتيجة ما تفتحش أيوة زي ما كان الكل متوقع والكل منتظر وأنا واحد منهم ما كنتش حابب أن النادي الزمالك ولو أن الأهلي والزمالك بالنسبة لي سيان لكن ما كنتش حابب أن النادي بحاجة من النادي الزمالك يتكسر أنا يهمني أنه هو يكون موجود في المسابقة وبأهداف وبقدرات فما كنتش حابب أنه هو يتكسر من السبب أكيد الأهلي مش زي الكابتن طلعت يوسف يعني أكيد الأهلي بالنسبة لهم لا أنا أحب أن الزمالك يتكسر لا طبع جوه أرض الملعب الأسباب اللي خلت الزمالك يعود للمباراة هل دهاء كارتيرون أو جدية اللاعبين ولا أخطاء من مسمعني أتصور أنه كانت هناك يعني التغييرات اللي تمت في الفترة الأخيرة واللي صاحبها تسجيل أهداف الزمالك أكيد كان لها دور ودور قوي جدا ليه بقى إيه اللي حصل في المعب بس أنا فاكر معلش لأن أنا متذكر أنه هناك إصابة حصلت لبادر بنون وأي من أشرف من بعد الاتنين لستوبا وفي تغيير تالت كمان كان مؤثر جدا جدا محمد شريف ومحمد مجدي أفشا خرجوا وبرسي تاو بس التلاتة الأخرانيين دول خروجهم هو حاجة من الاتنين إما مسيماني اتطمن للماتش خلص وحاس أنه خلاص نوك أوت حصل وأنه ضربة قوية أفقدت الزمالي القدراته وأنه لن يعود وبالتالي بتصرف بإرياحية مبالغ فيها تحديدا في الثلاثة الأخرانيين أفشا وأشرف أفشا وشريف وبرسي تاو وبرسي تاو خروج الثلاثة دول رفع الضغوط عن نادي الزماليك بنسبة 60-70% لأنه هم اللي كانوا حطين نادي الزماليك دايما في حالة ألأ وتوتر وإحساس بأنهم حيتضربوا من وراء وأن الرقم حيزيد في وجود الثلاثة دول لما دول خرجوا بقى فيه إرياحية وبقى فيه انطلاق للتعويض إنما بدر وأيمن أشرف يعني ما أعتقدش ولو أنه احنا منكلم عن عمق الدفاع ما أعتقدش أنه هم سبب رئيسي في أن الزماليك يعود بهذا الشكل طيب المباراة نفسها الأداة التحكيمي إيه رأيك فيه بما أنه حكم مصري اللي قدرها سوبر سوبر تصريحاته بعد كده إيه رأيك في تصريحاته هقول لك أنا أنا ما سمعتوش لكن لما عرفت حللت أنه كابتن محمد عادل خرج من المباراة عريس سعيد جدا طاير حاسس أن الناس كلها بتشيد بي من غير محد يقول له حاجة مجرد نصفر آيه هو حس بنفسه فطلع بقى أوتف كنترول بقى خارج عن السيطرة هو نفسه ببقاش مسيطر على نفسه لما يطلع بهذه التصريحات مجرد أنه يطلع عشان أصرح أيا كان مضمون التصريح أنا مش معاه فيه مش معاه خالص خالص يعني لما أطلع عشان أصرح في التوقيت ده تأكد أن أنت حتتجاوز في بعض تصريحاتك مشاعرك حتقودك لتصريحات حتندم عليها وبالتالي كان لابد من التزام الصمت طيب أما وقد تحدث بعيدا بقى عن المباراة بما أنك وصفت أداءه بالسوبر الكرة المصرية هل بتعاني أن في حكام بيحاولوا يحتووا اللاعبين بتوع الفريق الخسران بيحاولوا بقرارات معينة يهدوا النتيجة أو يحفظوا على المباراة بعيدا عن مباراة الزمالك والأهلي خلينا نكون صريح صريح طبعا كالعادة حكام كتير جدا بتحتوي الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك أه طبعا أه طبعا ولو المدربين كلهم في مصر عارفين كده أن حكام كتير جدا بتحتوي الأهلي والزمالك بتحتويهم بقرارات مؤسرة خد لا يكون لا لكن بتحتويهم في فاول بتحتويهم في إنذار بتحتويهم في توجيه بينه وبينه بصورة وتحس فيها بالود في هذا التوجيه وتحس بالقسوة في المنافس لا ده موجود في الملعب عشان بس ما نتحكش على بعض لكن ده مش معناه أنه ممكن الحكم يبيع ضميره أو ممكن الحكم ياخد قرار يخصر فرقة عشان فرقة تانية لا ما قدرش أقول كده لكن هناك أخطاء تحكمية آه دي موجودة هنا في مصر وموجودة في العالم كله يعني ففكرة لفظ الاحتواء ده مطات تحتوي يعني إيه يعني يبقى يبقى يطرد ومتردوش ده مش احتواء ولا هديه بابتسامة علشان ما ينفعلش أكتر من كده لو ده خلي بالك فده مطلوب بس مطلوب مع كل اللاعبين ومع كل الأندية مش مع أهلي وزمالك بس في أوقات أنت في حالة أنك تتعامل بشكل سيكولوجي يسمح لك بأنك تسيطر على الموقف ما تخليش الموقف يكبر عشان ما يخرجش عن حدودك طيب الأهلي هو الفريق الوحيد اللي كسب الخمس مطشط كتن طلعت والنهارده كان انتصار قيصري على فريق المحلة والمحلة بيتعدل فدية 94 الأهلي بياخد فاول في الدية 95 بيسجله في الدية 97 وبيصفر الحكم خمس مباريات خمستاشر نقطة هو الفريق اللي قائمته أقدر على التتويق بالدوري ولا لسه لا 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 لسه بدري خالص أنت بتكلم عن خمس لقاءات من 17 في الدور الأول و 17 34 30 لسه 29 لقاء 29 لقاء 69 بونت 70 بونت لا لسه بدري قوي لسه بدري قوي قوي الزمالك الموسم اللي فات خد الدوري وكان الأهلي كان سبق وقبليه وكان خسران من الأهلي أثناء المسابقة فلا أنا شايف لسه بدري وشايف أني فيه عندية ما زالت عندها القدرة لأنها مش تاخد الدوري إنما يبقى لها دور في تحديد المراكز الخاصة بأندية القمة طيب من هناك كان على كابتن محمد عادل حكم مباراة الزمالك والأهلي فسريعا هستعرض حكام مباريات الغد أو مباراة الغد لأنه الكابتن محمد عادل كما أكدنا بالأمس سيتولى قيادة إحدى هتين المواجهتين فيوتشر مع أمبي وديرها تحكمين الكابتن محمد عادل ويعاونه أحمد لطفي وأسامة عبداللطيف والكابتن إبراهيم محمد حكم رابع ومحمد سلامة هو حكم الفيديو ويعاونه أحمد حمدي كمساعد أما مباراة المقاولين العرب مع الإسماعيلي فأمين عمر هو حكمها وخالد السيد وعدي عيد يساعدانه محمد ناصف حكم رابع محمد سوقي حكم بيديو وأحمد ناجي مساعدا لحكم البيديو الزمالك خسر من الأهلي ثم فاز على الإسماعيلي والنهاردة بيتعادل مع البنك الأهلي هل في الزمالك ثغرات هي اللي مضيعة منه خمس نقاط لحظ دلوقتي؟ عدم يعني حرمان الزمالك من القيد في الفترة الأولى ما فيه شك أنه يعني مؤثر جدا جدا وسيؤثر عليه في الفترة الجاية بشكل عني النهاردة أنه الزمالك بيلعب بالجزيري راس حربة وعندوش راس حربة بره أحد عندوش راس حربة موجود على البنش والجزيري ما كانش في حالة طبيعية وكان لازم يخرج ويخرج من بدري واتصبر عليه لأنه البداية اللي على الدكة ما كانتش بتسمح لكارتيرون بأنه هياخد القرار فأنا شاف أن الزمالك ما فيه شك أنه هيعاني في الفترة الجاية إذا ما حصلش واترفع عنه يعني فكرة في يناير يعني تحديدا الوضع الإداري بتاع الزمالك أنه هو مجلس منتخب بيتم إيقافه ثم لجان معينة ثم يعود المجلس للدعوة للانتخابات بيؤثر حتما على الفريق أكيد بيؤثر بصورة مباشرة على الفريق أنا هقولك على حاجة أنه في النادي الإسماعيلي لما دخلت وما فيش مجلس موجود حسيت أنه بيت بلا أب ما فيش أب وبالتالي البيت يعني في حالة فراغ وفي حالة ما فيش حد تقدر تتسند عليه أكيد نادي الزمالك في الفترة الجاية حتى في ظل وجود اللجنة أنت عندك إحساس بأنه هو مؤقت مش رئيسك الحقيقة مش رئيسك اللي هيقعد معاك فترة ويسندك أكيد له دور وأنا مستعرب من أنه نادي الزمالك بقاله سنين بيعاني من مثل هذه المشاكل عدم الاستقرار الإداري وعدم موجود مجلس يستمر بلا مشاكل بلا مشاكل دي نقطة مهمة جدا بلا صدامات نقطة مهمة جدا مهمة جدا أن المجلس اللي موجود يبقى عنده من الزكاء والحكمة اللي تخليه يكسب كل الأطراف يكسب الإعلام ويكسب الجماهير ويكسب لعبته ويكسب البطولات ويكسب عادي يعني مع كل اللي دي يكسب بطولات عادي أكيد حياخد بطولات لكن نادي الزمالك دائما وأبدا في حالة شد وجذب أنا مش عارف يعني هتفضل مستمرة لإمتى أنا عارف أن المستشار المرتضع راجع وأنه هيدعو لانتخابات معرفش مين اللي حيدير الزمالك في الفترة الجاية من دلوقتي أنا عريت أنه هيرجع بكرة وبعد بكرة مظبوط أعلن النهاردة أنه بكرة هيعقد بمجلسه أول اجتماع مجلس إدارة ويوم الأربعاء سيعقد مؤتمرا صحفيا في مكتبه ويوم الخميس سيلتقي مع أعضاء الجماعية العمومية مين هيدير النادي حتى الانتخابات على حسب هل هو هيدعو الانتخابات وتيجي لجنة ولا هو اللي هيدعو الانتخابات ويكمل لحد ما تجرى الانتخابات ده لم يعلن حتى الآن ربما هو يوضحه غدا أو بعد غد معرفش يعني أنا شايف أن حالة التخبط أكيد بتنعكس على لعيبة لعيبة الكورة بشكل عام وعلى لعيبة وفرقة الكورة بشكل عام وكل الألعاب وكل الأنشطة يعني يعني أتمنى أنه يكون حجم التأثير على فرقة الكورة مش بالقدر ولو وإنه السنة اللي فاتت نادي زمالك خادت دوري وهو في كم منها المشاكل الإدارية كانت برضو كتيرة جدا جدا واللعيبة قدرت السنة دي لا أنا شايف أنه الأمور مختلفة عن الموسم اللي فاتت كيف ترى المنتخب في مرحلة كيروش كابتن طلعت بص أنا يعني مش عايز أخد في تحليل لكن عايز أتكلم في جزء خاص نفسي شوية كيروش جاي بيصدر رسائل قبل ما يشتغل بيصدر رسائل لكل الأطراف المعنية بكرة القدم داخل مصر بيصدر رسائل لللعيبة بيصدر رسائل للتحاد الكورة بيصدر رسائل للإعلام بيصدر رسائل للجماهير قراراته بالاستبعاد عشان تقول إن هي صح ولا غلط فهي محتاجة للدراسة لازم تدخل جوه دماغه وتعرف هو عمل كده ليه وحساباته بتروح فأنه اتجاه يعني أنا شخصيا لما استبعد في البداية أفشة ومحمد شريف شوية يعني استغربت لكن هي رسالة أي حد ممكن يبقى بره ولما في الاختيار التاني استبعد طارق واستبعد زيزو هي رسالة وبيؤكد رسالته الأولانية وإن الرسالة الأولانية ما كانتش مجرد جس نبض أو هي يعني قرار أنا باخده كده وخلاص أي حد ممكن يبقى بره المنتخب وأنا مع هذا المبدأ لكن حتى لو أنت محتاجه فنيا يعني هو ملوش وجهة نظر فنية في القرارين دول لا لا أكيد لو وأنا يعني في وقت كان بيسبعد رمضان وسبعد زيزو وانت مرموش مصاب أعلم تستفهم أعلم تستفهم ده ده القرار اللي عليه أعلم تستفهم بالنسبة لي اللي مش لقيله إجابة لكن اللي لقيله إجابة هو اللي أنا بقولك أنه صدر رسائل في شريف وقفشة وطارق حامد إنما زيزو ورمضان صبحي لتنين مع بعض ومعندكش دي كانت من نسبة لي شوية وإن أنا أحط شريف جناح بتفقد الكثير من يمكن حد قاله إن شريف لعب في النادي الأهلي جناح أو لعب في أمبي مظبوط ودي حقيقة فما فيش ما يمنع إنه هو يحطه جناح لكن يعني في النهاية أنا متأكد إن القرار القرار الأولاني أفشة وشريف هو رسالة أنا ببعثها للكل طيب الأداء كان حلو في مطشين ليبيا فالناس وكمان أي مقارنة كانت تحصل بالفترة السابقة اللي هي في عهد الكابتر حسين البدري كايت ربما ستصب في مصلحة اللي جاي بعد الكابتر حسين البدري فالناس ارتاحت واتطمنت وست نقاط لكن جي بعدها مطش أنجولا في مطش الجابون بمستويات غير مرضية فأقلقت شوية الناس مرة تانية للمرحلة التالية إمتى الناس تتطمن لا يعني أولا ما تقسش الأمور في مبارتاي ليبيا ليبيا يعني وإن كانت ليبيا في المباراة التانية يعني أحرجتنا شوية برد يعني ضيقتنا يعني تعبتنا في الملعب غير المباراة الأولى يعني ليبيا ما فيش دوري شغال ممكن الدوري رجع من ست شهور سبع شهور بس لكن ليبيا الدوري فاضل وقف أكتر من 18 شهر ما فيش نشاط خالص يعني وده بيفقد اللعيب فورمته يعني وقدراته يعني فما تقسش ما تشيل ليبيا خصوصا وإنه حتى إذا كانت هناك كرة فهناك فوارق فنية ما بيننا وما بينهم كبيرة جدا أنجولا والجابون ما فيش شك إنه يعني الكرة في أفريقيا يعني بنتكلم عن نفسنا لكن خلاص ما بقاش فيه فرقة في أفريقيا تقدر تقول أن أنت تقدر تركبها من قبل ما تلعب لا الكرة في أفريقيا تطورت والأهداف تطورت والقدرات الخاصة عند اللعبية تطورت وحجم الاحتراف في هذه الفرق اللعبين المحترفين في هذه الفرق اللي موجودين في أوروبا بصرف النظر عن دراجات الاحتراف هو محترفين أعداد كبيرة جدا 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 فالمباراة دي أو نوعية المباراة دي مش سهلة هتبقى صعبة فيما يخصك أنت إمتى هتوصل لمرحلة أنت تبقى متطمن زي الجزائر زي المغرب لا أنت محتاج برضو الوقت كبير جدا زي ما بكلم عن الاندية أنك محتاج الوقت فأنت هنا محتاج كأس العرب هي الفرصة أنه يعرف يعمل ده ما أنت معكش محترفين وقاريت أنه كمان ما خدش حجازي أنه حجازي عنده دوري السعودي هناك شغال لأنه داخلين بالشباب ساتسعين بالضبط فرصة لأنه يكتشف قدرات حقيقية للعيب المحترفين المحليين ويشوف مين اللي ممكن يدمجه مع المحترفين اللي برا عشان يقدر يعمل مجموعة من خلالها يقدر أهداف أكيد هي فرصة لأنه يكتشف المحليين المنافسة المحتمل لنا هو هيكون أحد الفرق السنغال الجزائر المغرب تونس ونيجيريا أيهم تفضل كتن طرعت لمنتخب مصر في مارس نيجيريا نيجيريا دي يعني الأطيب مش كده أفندم المنافسة الأطيب الأطيب واللي مش مش ركبك خلي برك المغرب وجزائر ركبينك على مستوى اللقاءات والنتائج بينك ومنهم بالإضافة لأنه الحالة الفنية اللي فيها المنتخبين دول الجزائر والمغرب هم النهاردة أفضل منك بكتير مستقرين بصورة كبيرة جدا 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 السنغال يعني تيجي بعديهم على طول يمكن نيجيريا هو التيم اللي ممكن أنت على مستوى التاكتك كمان تتعامل معاه بشكل يسمح لك بأن أنت تتفوق عليها وتونس تونس خمسين خمسين تونس أنت بينك وبينها يعني غير الجزائر والمغرب تونس أنت متفوق عليها زي ما هي متفوق عليك من خلال نتائجها يعني أنت بتابع نتائجها وحالتها النهاردة تسمح لك برضو يعني يمكن نيجيريا وتونس هم الأقرب أننا لو تعملنا معهم نبقى ممكن نتخطعهم بإذن الله أي أن كان المنافس فمنتخبنا يكون في المونديال دي النقطة الأهم مش كده أكيد دي النقطة اللي لازم تبقى في دماغ كيروش ولا عبته أكيد أكيد وهو جاي عشان كده هو بايل في حقيقة هذا الهدف ده موضوع يعني مصر كلها منتظراء نتمنى أنه في الفترة اللي جاي القصيرة أنه يقدر يحقق الكلام ده ويقدر يوصل لأفضل توليفه وأفضل تشكيل هو من خلاله يقدر يحقق أفكار طيب أسئلة سريعة أوت وهدف وكورنر أوت يعني قرار لو رجع بيك الزمان كابتان طلعت مش هتاخده هل تدريب الإسماعيلي في الولايات التانية ولا رفض عرض سعودي اللي لسه متكلم عنه حضرتك ولا العمل في مجال التدريب أصلا مش هاخده رفض العرض السعودي رفض العرض السعودي يعني لو رجع بيك الزمان هتروح تدرب في السعود ليه عشان أنا حابب أن أخوض تجربة في المملكة بالإضافة يعني هو مكان محبب للمسلمين بشكل عام ممكن الوحدة سبني 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 طيب كورنر هتحكي لي أشهر موقف مع الأسماء التالية مع دكتور كمال شلبي طبعا الله يرحمه رئيس الاتحاد السكنداني السابق الأسبق دكتور كمال من الشخصيات اللي أثرت في نادي الاتحاد مش فيه أنا في نادي الاتحاد بصورة واضحة وصريحة والأستاذ محمد مصلحي من الشخصيات اللي شربت منه أسلوب إدارة الأمور أنا أشتغلت أنا أشتغلت مدرب عام جوا نادي الاتحاد مع ميستر بوكير واشتغلت مع الدكتور محسن واشتغلت مع كابتل حسن شحاد وفي ظل وجوده هو طلبني وجبني وقال لي ركتب نفسك لأن أنت مدير فني النادي في الموسم اللي جاي ودي كانت بالنسبة لي مفاجأة مش مفاجأة إنما كانت طبعا يعني شيء مسؤولية كبيرة خصوة لما كلام ده تبقى بدايتك إنك تتولى المسؤولية جوا النادي اللي أنت تربيت في فده يعني موقف من المواقف اللي صعب جدا إن أنا أنساها بجانب كم غير هائل من المواقف الخاصة بهذا الرجل جوا نادي الاتحاد اللي محدش يقدر ينكرها موقف مع أستاذ محمد مسلحي أستاذ محمد أنا في فترة من الفترات اعتذرت عن الاستمرار حتى في الفترة الأخيرة لأن أصريت فيها عشان أمشي وهو يعني كان مصر وبإلحاح عن قناعة بإننا لا ممشيش وإننا أفضل وهو زعل مني لما في النهاية أصريت لأن أنا أمشي يعني زعل مني شوية لكن هو في النهاية صديق وأخ وأنا بعتذب ده موقف مع المهندس كامل أبو علي ميستر كامل كان يعني الموقف اللي حصل مع الأستاذ محمد شبيه ريب شوية مع ميستر كامل أبو علي بس كان في إصراره على أن أنا أدخل النادي المصري يعني كنت في النادي شرطة في تحدي شرطة وسبت وكن في اتجاه لأن أنا أتحرك في مكان آخر إصراره على أن أنا أروح النادي المصري وطريقته وأسلوبه ومقابلتي له مرة واثنين وثلاثة برضو من المواقف اللي تخليني أعتز بقيمة وقدر هذا الرجل قوة الذاكرة أخبارها إيه مش قوية طيب نجرب هسأل كابتن طلعت يوسف عن حاجات تخص الكابتن طلعت يوسف هشوف فاكرها ولا ناسيها ومعاك عشر سواين للإجابة عن كل سؤال في موسم 2010 2011 في الدور الثاني اتحاد الشرطة تحت قيادة حضرتك خسر من الزمالك 3-1 مين سجل هدف التقدم لاتحاد الشرطة فيومي لا صلاح أشهر صح في العادي بتبقى محاولة واحدة بس حاجة كابتن طلعت يوسف في ملك خمس محاولات لو عايز لا أنا ذكرتي شوية عشان كده أنا تلاقيني بوسط كل حاجة طيب مين لعب الزمالك اللي ارتكب خطأ ضربة الجزاء في لقاء أهل ترابلس في دور الأبطال 2017 وينش الوينش مظبوط وخد انزار ساعتها المباراة خلصت كم ساعتها واحد وحد اتنين 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 بس مش ده السؤال هو السؤال عن الوينش السؤال التالت والأخير خسرت مع اتحاد الشرطة قدام الأهلي لنتيجة أربعة اتنين فاكر المطش ده تتكلم عن عشر سنين أكتر من عشر سنين مين الحكم اللي حسب ضرب الجزاء للأهلي في المباراة دي ده المطش اللي لا ده المطش اللي عفردته جاب في جولين مش محمد عشور مش عشور لا سامير محمود واثمان سامير سامير كابتن طلعت كنت وحشني جدا كانت تخيرك انبسط جدا جدا بالتوار مع حضرتك والأهم انها تطمننا على صحتك ربنا اديك الصحة الحمد لله كانت تخيرك بشكل جدا شكرا لحضرتك شكرا نورنا الكابتن طلعت يوسف وانتو كمان كالعادة نورتونا في حالة النهاردة بكرا ان شاء الله لقاء جديد الساعة 11 على شاشة صدق البلد فتحياتكم لفري العمل وتحياتي هاني حكفوت الى اللقاء